الرسول عليه الصلاة والسلام لهما أحد الصحابة اللي زنوا وراح يعترف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له قال للرسول إني زنيت فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أدار وجهه الرسول أدار وجهه وقال له لعلك لمست لمس بشهو قال له بل زنيت اسمه ماعز قال له الرسول مرة أخرى لعلك قبلت قال له بل زنيت خلص اقرار حاول الرسول عليه الصلاة والسلام خل بالك رحمة الإسلام حاول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبعد عنه إقامة الحد ولكن هذا الرجل أراد أن يطهر نفسه بإقامة الحد فين من يعترف على نفسه الآن فين فراح معز من الخوف راح جاري قبل إقامة الحد جاري فمن اللي وشه جريه ومسكو الصحابة بعض الصحابة يعني مسكو قعدوا اضربوا فيه ومعرفش إيه فتاعة فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب منهم غضبا شديدا وقال لهم هلأ تركتموا يعني الإسلام بيش غاوي يأمل حدود اللي بيقولوا أن الإسلام في قصوة وأن إحنا خايفين من تطبيق الشريعة عشان الحدود تطبيق الحدود هو الإسلام هو الرسول عليه الصلاة والسلام مكانش غاوي بالرغم أنه أقر على نفسي وحاول يبعده يستبعده وده أثر خلاص وهو إما تثبت بالبينة أربعة شهود وإما يثبت بالإقرار فهو أقر على نفسي فالرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه ليه كده ليه ما سبتهوش هلأ تركتموه؟ هلأ سطرتم على أخيكم؟ شوفوا بقى السطر كان واجب قبل الوصول إلى الإمام وبعد أن أقام عليه الحد قال لأصحابه إن هذا تاب توبة لو وزعت على أهل السماوات والأرض لغطتهم أو لكفتهم شوفوا دي بقى الأخلاقيات بتاعة المسلمين واحد عمل حاجة غلط وبيعترف وجه يخاف ثبت نفسه وده مالكو